موسيقى رسالة الرب رجعت وتابت وعاشت ازدهرت لمية سنة لأيام النبي نحوم لكن أنا عم بشوف أن الله فعلا له بصمة خاصة أنبياء كثيرون اللي كانوا في أرض ما بين النهرين كثير رسائل طلعت من العراق وأكيد في مخطط إلهي للعراق في آخر الأيام أعطينا بس فكرة كيف ممكن ندرك هذه الأمور بين خطة الله وبين الألم اللي عم نشوفه أو اللي بتعاني منه الناس في هذه الأيام هناك آية أنا أحب كثير ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم دعونا حسب قصده في آية أخرى أيضا حلوة يقول ويخرج من الآكل أكلا ومن الجاف حلاوة فعلاً إحنا لو نشوف في الوضع العام في العراق أنه حرب قتل ذبح لكن الله بذاته موجود في وسط الألم هو دا يعلن عن شخصه للناس من خلال محبته إلا من خلال وجوده قرباً من خلال تزديد احتياجاتهم من خلال أمور كثيرة يعني هسا أكو مثلاً ناس يعني من بدأ التهجير ولغاية هسا أكو ناس عايشة بكارفانات عايشة ببيوت عايشة في خيام عايشين لكن تشوف أنه يدر الله من قطعت عن تزديد احتياجاته ذولين ما يشتغلون ما عندهم راتب لكنه ما فيديهم ناموا بلا عشاء ولا ليش لأنه الله ثقل على قلوب هيئات وناس تعمل من خلال الستائر حتى تسدد احتياجات هذول المهجرين منه؟ الله الله هو اليثقل على قلوب الناس فإلهنا هو حي هو موجود بالعكس أنا أعرف كثير ناس اختبروا حضور الله في حياتهم وشافونه من خلال الألم اشتركوا في القناة